مرحبا بكم متتبعي قناة تعلم والسفيد في هذا الفيديو سنشتغل على مكون الصرف والتحويل درس تصريف الفعل الناقص إذن نبدأ على بركة الله بالنشاط الأول لدينا أمنأ الجدول بأفعال مناسبة إذن هنا لدينا الفعل الصحيح وأقسامه ثم الفعل المعتل وأيضا أقسامه الخمسة إذن الفعل الصحيح كما نعلم ينقسم إلى فعل سالم ومهموز ومضعف إذن سنعطي مثال لفعل سالم مثلا سنقول رسمة إذن هذا فعل سالم أو صانعة مثال آخر صانعة مهموز مثلا إذن المهموز هو مكان أحد حروفه الأصلية همزة مثل أمارة مثلا سأل الهمزة في الوسط أيضا لجأ الهمزة في آخر الفعل ثم الفعل المضعف هو مكان فيه حرفان من أصل واحد مثلا فك أيضا مد يمكن أن نعطي مثال آخر فر إلى غير ذلك ننتقل إلى أمثلة الفعل المعتل نبدأ بالفعل المثال إذن الفعل المثال هو مكان أوله حرف علا مثلا وجد وصل مثلا وقف إلى غير ذلك ثم الفعل الأجوف ما كان وسطه حرف علا مثل قام أو قال أو صام إذن هنا نطلب منه فقط مثال واحد لكن نحن نعطي ثلاث أمثلة إذن الفعل الناقص الفعل الناقص ما كان آخره حرف علا مثلا دعا مثلا رمى أيضا رضي إلى غير ذلك اللفيف المفروق لفيف المفروق ما كان أوله وآخره حرف علا مثلا سنقول واقع إذن لاحظوا واقع أوله حرف علا كذلك آخره حرف علا ثم وعا أيضا أوله حرف علا وآخره حرف علا أيضا وفا أيضا أوله حرف علا وآخره حرف علا واللفيف المقرون هو ما كان ثانيه وثالثه حرف علا مثلا نوا لاحظوا نوا يعني حرف العلا الثاني وحرف علا في الحرف الثالث ثم أيضا كوا إذن كوا أيضا حرف علّة في الحرف الثاني والثالث حرف علّة أيضا عوا عوا أيضا في الحرف الثاني والثالث حرف علّة نمر إلى أصرف الفعل راضية في الماضي إذن سنصرفه في الماضي مع هذه الضمائر هو هما هم هي هما وهن إذن سنصرف هذا الفعل الفعل راضية في الماضي كما يلي إذن سنقول هو راضية هما المذكر سنقول راضية والمؤنت سنقول راضيتا معهم سنقول هم راضو هي راضيات وهن سنقول هن راضينا إذن هذا التصريف ديال راضية في الماضي مع الضمائر المقترحة علينا هنا ثم أيضا سنصرف الفعل جارا سنصرفه في المضارع الآن سنصرف في المضارع مع الضمائر أنا نحن ونحن إذن بالنسبة لهذا نحن فهي ديال الجمع المتكلم ثم هذن نحن نعتبره هذي المثنى المتكلم غير جوجتي هدروا نحن إذن سنقول مع أنا في المضارع أنا أجري نحن نجري كذلك نحن اللي اعتبرنا هذي المثنى سنقول نفس الشيء سنقول نجري إذن نحن دائما نحن نجري أنا أجري إذن هذا التصريف ديال جارا في المضارع ثم سنصرف وقا في الأمر إذن في الأمر هنا سنصرف مع جميع الضمائر الممكنة في الأمر أي في المخاطة إذن وقا سنقول أنت قي فقط هكذا أنت قي تحدف فاء الفعل ولا مهل الأول والآخر ديالي يحدفان ثم أنت قي أنتما قيا أنتم قو أنتن قين إذن هكذا سنصرف الفعل وقا في الأمر ثم لدينا أصرف الأفعال الآتية في الماضي إذن سنصرف في الماضي مع واو الجماعة وتأتنيت إذن فقط مع واو الجماعة وتأتنيت في الماضي سنصرف الأفعال نهى جالا ولقيا إذن إذن مع واو نهى سنبدأ بنهى مع واو الجماعة سنقولهم نهوا ومع تأتنيت هي نهت ثم جالا إذن جالا مع واو الجماعة سنقول هم جالوا وهي جالت أما لقيا دائما في الماضي دائما كنصرف في الماضي لقيا مع واو الجماعة سنقول هم لقوا وهي لقية هكذا لقية إذن ركزوا أكثر على شكل الكلمات إذن هكذا سننجز هذه الأنشطة الأولى هكذا سنصرف الأفعال المقترحة علينا مع الضمائر والأزمنة المطلوبة إذن نمر إلى السؤال المولي أصرف الأفعال المذكورة إذن الأفعال المذكورة هي هذه وهي هذه الأفعال المقترحة علينا هنا نهى وجلا ولقيا إذن سنصرفها الآن في المضارع والأمر مع يا المخاطبة وواو الجماعة ونون النسوة إذن الضمائر التي سنصرف معها إذن سنبدأ إذن المطلوب منا المضارع هو الأول إذن سنصرف في المضارع إذن نبدأ بالفعل نهى إذن نهى مع يا المخاطبة سنقول أنت تنهين لأن نصرف في المضارع مع وواو الجماعة أنتم تنهون وهم ينهون أما مع ننسوة سنقول هن ينهين وأنتن تنهين ثم نمر إلى تصريف الفعل جالا دائما في المضارع سنقول أنت تجلين أنتم تجلون هم يجلون هن يجلون وأنتن تجلون أخيرا للفعل لقيا دائما في المضارع إذن لقيا سنقول أنت تلقين أنتم تلقون هم يلقون هن يلقين وأنتن تلقين إذن الآن نصرفنا في المضارع ننتقل إلى تصريف نفس الأفعال مع نفس الضمائر لكن هذه المرة في الأمر إذن في الأمر إذن نبدأ بالفعل نها إذن نها سنقول مع الضمير أنت مع المخاطب المؤنث سنقول أنت إنهي أنت يعني مع وواو الجماعة أو عفوا أنتم هنا يعني مع وواو الجماعة سنقول أنتم إنهوا وأنتن إنهينا هنا معنون نسوة هنا ما غنصرفوش مع هم وهنا حيث رحنا كنصرفو في الأمر والأمر خصو يكون فقط خاص بالمخاطب غير خاص بالغائب الآن جال نفس الشيء معي المخاطب سنقول أنت أجلي أنتم أجلوا أنتن أجلون أما لقي لقي معي المخاطبة سنقول أنت إلقي أنتم إلقوا أنتن إلقين إذن هكذا سنصرف هذه الأفعال مع أو في زمان الأمر وفق الضمائر المقترحة علينا علينا الآن السؤال الموالي أصرف الأفعال المذكورة في الماضي والمضارع والأمر مع الضمائر الضمائر الآتية أنت أنتما وهما إذن نفس الأفعال سنصرفها الآن في الأزمنة الثلاثة مع هذه الضمائر إذن نبدأ نبدأ دائما بالفعل نهى ثم جال فلقية إذن نهى مع الضمير أنت إذن الضمائر لعنة أنت أنتما وهما إذن نهى في الماضي سنقول أنت نهيت أنتما نهيتما هما هذه المذكر نهايا والمؤنة هما نهتا في المضارع سنقول أنت تنهى أنتما تنهياني هما ينهياني هذه دي المذكر والمؤنة سنقول هما تنهياني وفي الأمر مع الضمير أنت سنقول أنت إنها ومع الضمير أنتما سنقول أنتما إنها أما في الأمر فلا يصرف مع ضمير الغائب هما الفعل جلا إذن في الماضي سنقول أنت جلوت أنتما جلوتما هما للمذكر سنقول جلوا وللمؤنت سنقول هما جلتا أما في المضارع سنقول أنت تجلو أنتما تجلواني هما المذكر يجلواني والمؤنة تجلواني وفي الأمر سنقول أنت أجلو إذن تحدث حرف العلة أنتما أجلو أخيرا أخيرا لقيا لقيا في الماضي سنقول أنت لقيت أنتما لقيتما هما المذكر سنقول لقيا والمؤنث سنقول لقيتا وفي المضارع سنقول أنت تلقا أنتما تلقياني هما للمذكر سنقول يلقياني وللمؤنث سنقول تلقياني أخيرا في الأمر سنقول أنت إلقى تحدث أيضا حرف العلة هنا وأنتما القيا إذن هكذا سنصرف هذه الأفعال في الماضي والمضارع والأمر مع الضمائر المقترحة علينا أنت أنتما وهما أنتقل بكم إلى السؤال الموالي أكمل تصريف الفعل شكا إذن عندنا هنا فعل شكا في الماضي والمضارع والأمر إذن سنقول الماضي أنت شكوت أنت شكوتي أنتما شكوتما أنتم شكوتم أنتن سنقول شكوتن أنتن شكوتن هكذا ثم في المضارع إذن في المضارع سنقول أنت تشكو أنت تشكين أنت تشكين هكذا أنتما تشكوان أنتم تشكون أنتن كذلك سنقول تشكون وفي الأمر سنقول أنت أشكو أنت أشكي هكذا أنت أشكي أنتما أشكوا أنتم أشكو وأنتن أشكو أنت أشكو الآن نشاط الموالي أضع تحت الفعل الناقص سطرا أو أسطر تحت الفعل الناقص وأحدد زمن تصري فيه إذن الجملة لدينا تشكو البيئة تصرفات الإنسان إذن باشنا عرفوا الفعل هل هو ناقص أم لا طبعا نحوله إلى الماضي مع الضمير هو إذن مثلا هنا لدينا الفعل في هذه الجملة هو تشكو إذن سنحوله إلى الماضي مع الضمير هو سنقول هو شكا هكذا إذن لاحظوا أن الفعل شكا آخره حرف علة والفعل المعتل الناقص هو ما كان آخره حرف علة إذن الفعل الناقص في هذه الجملة هو الفعل تشكو وزمن وزمن صريفه هو المضارع إذن هنا مصرف في المضارع أخيرا لدينا دانوت من قطة فمشت أمامي كأنها تدعوني لفتح الباب إذن دانوت إذن سنحوله إلى الماضي مع الضمير هو أيضا سنحصل هو دانا إذن لاحظوا أن دانا أيضا فآخره حرف علة إذن هذا معتل ناقص وهنا مصرف في الماضي دانوت في الماضي أنا دانوت إذن الفعل الناقص هنا هو دانوت وزمن تصريفه هو الماضي فمشت إذن لاحظوا مشت أيضا هو سنقول مشا إذن لاحظوا أيضا فمشى آخره حرف علة إذن هذا معتل ناقص وهنا مصرف في الماضي مع الضمير هي هي مشت إذن سنصطر تحته سنقول أيضا مصرف في الماضي مع الضمير هي كأنها تدعوني إذن لاحظوا تدعوني إذن تدعو إذن تدعو هنا أصله هو دعا في الماضي مع الضمير هو دعا إذن أيضا كيف مكلا هذا الفعل أيضا فآخره حرف علة إذن هذا فعل معتل ناقص وهنا مصرف في المضارع تدعو هي تدعو إذن هذا مصرف هنا في المضارع إذن هكذا ننهي أنشطة هذا الدرس لا تنسوا متابعة القناة من أجل استفادة من الدروس الأخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر